بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين وبعد إن في قصص الأنبياء الدروس والعبر نتعلم منهم في كل أحوالهم في الرخاء وعند البلاء نتعلم الصبر ونتعلم الشكر والعلم من أعظم قصص الصبر قصة أيوب عليه السلام حتى ضرب به المثل في الصبر فأصبح عليه السلام شعارا لكل مبتلى ونموزجا للصابرين وقدوة لنا جميعا نسير على نهده فلا نعترض على قضاء الله ونصبر على قدره شكرا شكرا المجد لمولاي الملك ما وراءك يا كبير الكهنة؟ أمر أحببت أن أعرضه عليكم أراك تسيء توقيت عرض مشاكلك ومشاكل المعبد؟ أليس كذلك أيها الوزير؟ بلى يا مولاي وأرجو أن يكون هناك ما يستحق أن يشغل مولاي الأمر لا يتعلق بالمعبد يا مولاي ويا سيد الوزير فهو في رعاية كبير الآلهة ما الأمر إذن؟ إنه ما يدر بين الناس هنا في حوران اقتصد أيها الرجل الرجل يا مولاي يمتلك من الحقول والمراعي والأغنام والماشية ما لا حصر له وماذا يضرك في ذلك؟ الناس؟ الناس يا مولاي يقتصدونه ويتبعونه أينما صار فهو يغدق عليهم بغير حساب وما الذي يدعوه إلى ذلك؟ ألا يخشى نفاد ما يملك؟ إنه تبذير أليس كذلك يا وزيرنا؟ بلى يا مولاي تبذير وإصراف دون شك ومن يكون هذا الرجل؟ يقولون إن اسمه أيوب كان أيوب رجلا كثير المال يمتلك الأنعام والعبيد والمواشي والأراضي الشاسعة بأرض حوران بالشام وكان عليه السلام برا تقيا رحيما يحسن إلى المساكين ويقفل الأيتام والأرامل ويكرم الضيف لقد كان شاكرا لأنعم الله عليه مؤديا لحق الله عز وجل قال أيوب نهارا ماذا تعملين يا ابنتي؟ أنجز عملي يا أبي دعيني أعد ملء الجوالات فقد نفد ما بها من حنطة السلام عليك يا أبانا أين كنت يا حومل؟ وأنت يا بشر؟ وأين باقي إخوتك؟ يشرفون على حصاد المحاصيل فإنه سيستغرق أياما أبي ماذا تفعل؟ كما ترين أحمل الجوال لأوزع الحنطة بنفسي حومل، بشر أدرك أباكما واحمل عنه هل لأني كبرت يا ابنتي؟ أبوك ما زال قويا وقادرا على العمل؟ لا تقصد ذلك يا أبي فأنت ما زلت قويا دون شك؟ فلماذا أخذتم مني الجوال إذن؟ لأننا نحب أن توكل كل الأعمال لنا تعلمون أني أحب العمل؟ يا أبي، لقد أمضيت عمرا في السعي والتعب وقد جاء دورنا نحن الآن لنحمل عنك عبء العمل السلام على نبي الله قال أيوب، وعليك السلام يا خذيف هذا الشيخ يريد لقاءك حسناً، اذهب أنت أهلاً وسهلاً يا أخي سلام الله عليك وزاد في عزك هل من خدمة يمكنني تقديمها لك؟ إنك تكسو العراه، وتطعم الجياع، وأنا كما شيخ مسن، ولي أبناء جياع، ينتظرون منك المساعدة ستنال كل ما ترجوه وأكثر استرح من عناء الصفر يبدو أنك قادم من مكان بعيد ليس الأمر كذلك يا سيدي، فأنا من أهل حوران ماذا تقول؟ خذيف، حومل، بشر أمرك يا سيدي كيف يشكو هذا الشيخ وأبناؤه الجوع ومخازننا مليئة بالطعام؟ إنه ذنبي يا سيدي لأني لم أعرض حاجتي عليك من قبل لا يا أخي، لا كان علي أنا للطلاع على أحوالك فالحياء قد يمنعك من إظهار حاجتك كان علي أن أحمل الطعام بنفسي وأطرق باب بيتك لا أن أعتمد على الآخرين هل أعددتم أنفسكم لعذاب الله؟ هل تطيقون نار جهنم؟ انظر يا أخي كل ما ترى أمامك فهو لك ولأمثالك في هذه المدينة فأرجو أن تسامحنا لو علمت أنني سأتسبب في إزعاج رسول الله لما أتيت أبدا لا تقل هذا يا أخي نحن المقصرين في حقك وسيذهب معك ولداي حومل وبشر إلى بيتك بكل ما تحتاجه من طعام وكساء إلهي إن هيوب معين للضعفاء فكن عونا له في أمان الله ترجمة نانسي قنقر شكرا السلام على أفضل عباد الله على الأرض قال أيوب أسمع صوتا مشؤوما من أنت؟ أنا صديق بل أنت أكثر من غضب الله عليه أهكذا تستقبلني وقد جئت أبشرك أمثلك يأتي بالبشرة؟ قل وأوجز ماذا تريد وما الذي أتابك؟ أثناء تجوالي أسترق السمع لأعرف أخبار السماء سمعت الملائكة وهم يتحدثون عن أفضل عباد الله ويثنون عليه الثناء الجميل ولم آتي إليك إلا بعدما سمعت منهم اسم أفضل العباد أتعرف من يكون؟ من؟ لقد كانوا يلهجون بالثناء عليك أنت يا أيوب فجئت أبشرك الله هو المطلع على أحوالي ويعلم أن أيوب ليس بأفضل عباده بل أكثرهم ذنوبا كيف تقول هذا؟ وحديث الملائكة عنك يملأ السماوات بأنك أفضل عباد الله في الزهد والطقوة ومساعدة المحتاجين آه وما الذي دعاك إلى أن تبلغني ما سمعت وأنت الحقود الحسود الذي لا يتمنى الخير لأحد؟ سامحك الله لقد قلت في نفسي لعل أيوب لا يعلم بمنزلته عند الله فلماذا لا أذهب إليه وأبشره؟ عساه أن يصاب بالغرور إن عرف ذلك لا ليس كذلك أقسم لك لقد جئت لتغويني أيها الخبيث لا لتبشرني جئت تبث وساوسك يا لعين أيها الحقير المطروض من الرحمة الله اذهب عني أيها الخناس إن قصة نبي الله أيوب عليه السلام هي قصة الابتلاء والصبر والإنعام بعد ذلك وهي أيضا بمنزلة دليل لرحمة الله عز وجل الذي يجزي من صبر ويعطي من شكر ويكافئ من ينجح في الاختبار ويصبر بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين وبعد سيدنا أيوب عليه السلام هو من نسل نبي الله إسحاق عليه السلام ضرب الله به مثلا للبشرية في نموزج رجل أعطاه الله النبوة والمال والأولاد والصحة وابتله الله أعظم الابتلاء فصبر صبرا عظيما واسم أيوب مشتق من الأوبة وهي العودة إلى الله تعالى وقد كان أيوب دائما العودة إلى الله بالذكر والشكر والصبر فلقد اجتمعت على أيوب أصناف البلاء فصبر ولم يجزع أو يشتكي وكانت زوجة أيوب عليه السلام لا تقل كرما وسخاء عن زوجها فقد كانت شاكرة عابدة عارفة لحق الله على العباد ورزقها الله تعالى من البنين والبنات ما تقر به عينها ولا تحزن عذرا سيدتي خدمتك ترفض إعطاء المزيد من الطعام صالحة صالحة أحقا ما سمعته من تلك السيدة؟ إنها تشتكي من قلة ما أعطيتيها سيدتي لقد أعطيتها وتريد المزيد لا تبخل على أحد يا صالحة أعطي المرأة ما يكفيها أليس لنا نصيب مما تعطينه يا زوجة أيوب؟ فلماذا تعطين الأخريات وتتجاهلينني؟ بلى الخير كثير والحمد لله إننا نعطي لمن هم أكثر حاجة منك أعطيها يا صالحة أعطيها ما يكفيها ألا تزيدي يا ليا؟ زيديها يا صالحة زيديها هذه المرأة لم تكن بحاجة للمساعدة الله أعلم بأحوال عباده وقد أوصان أيوب بألا نرد أحدا فقيرا كان أو غنية من على الأرض اليوم كأيوب وأهله؟ أجل أمواله لا تحصى وعنده من الأراضي والمواشي والأغنام ما لا تحصيه العين ما لنا لا نتبع دعوته وندعو إلهه عسى أن يصيبنا من الخير ما أصابه ما بكم يا قوم؟ تتركون ألهتكم وألهة أجدادكم؟ ألا ترغ ما فيه أيوب من نعيم وخيرات؟ إنما يفعل ذلك رياءً وسمعة ويدعي أن عبادته هي سبب ما هو فيه لقد أنعم إلهه عليه بالمال والأولاد وهو ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر إنه يوهمكم أن ما هو فيه بسبب كثرة سجوده وعبادته لكن لو زال عنه كل هذا النعيم لنقطع صلته بإلهه ولكف عن السجود والعبادة إنما عند أيوب من مال لا يمكن أن ينفد أبداً ترجمة نانسي قنقر مولاي كبير الكهنة يستأذن للدخول لقد سئمت حديث هذا الرجل ماذا يريد؟ دعه يدخل مولاي المبجل مولاتي ما وراءك يا كبير الكهنة؟ مولاي لقد زاد الأمر عن الحد واستفحل أمر هذا الرجل أي رجل تعني؟ أيوب أيوب أمي لقد طال سفرك هذه المرة يا ولدي احكي لي عن رحلتك ماذا رأيت؟ ومن قابلت؟ دعيه يستريح قليلاً فهو مرهق من رحلته الطويلة سأحكي لكم كل شيء اجلس يا صافر حسناً يا كبير الكهنة ماذا كنت تقول؟ عوداً حميداً أيها الأمير آه مولاي كنت أتحدث عن أيوب اسمع أيها الكهن لقد سئمت حديثك المتكرر عن أيوب هذا إن كان عندك شيء آخر فقل وإلا فانصرف فلقد سمعت الناس وهم يتحدثون في المدينة عن أيوب أرأيت يا مولاي؟ حتى أمير نعصفر الذي كان غائباً عن البلاد أتاه أيضاً خبر أيوب حسناً وما الجديد عن أيوب تريد أن تحدثنا به؟ إنه يدعو إلى دين جديد ويدعي أنه نبي مرسل من السماء وهل يصدقه أحد؟ فقط أهل بيته وبعض المقربين منه لقد رأيت وسمعت من أمثاله أثناء رحلاتي وأسفاري وأخشى أن يزيد أدباعه خصوصاً أنه يجود عليهم بالمال والطعام ولا يبخل على أحد دعوني أتبين حقيقة هذا الرجل لأرى مدى تشابه كلامه مع غيره ممن يقولون إنهم أنبياء مرسلون أخشى أن تتأثر بكلامه يا ولدي لا تخشي شيئاً يا أمي سأندس بين الناس متنكراً لأعرف حقيقة هذا الرجل مولاتي محقة أيها الأمير وأنا أيضاً أخشى أن يسحرك بكلامه أرى أنكم تبالغون في أمر أيوب لا نبالغ يا مولاي فأتباعه يزدادون وأخشى أن يزداد نفوذه بين الناس فينازع كالملك مولاي أقصد بل كنت قلها ثانية كي أفصل رأسك عن جسدك عفوك يا مولاي ورحمتك لقد زل لساني لا أدري كيف نطقت بها أغرب عن وجهي أيها الأخرق هيا ذهب أراك قد استسلمت يا كبير الكهنة فليذهب الجميع إلى الجحيم وتترك أيوب يسلبك هيبتك وسلطانك لقد كنت أفقد حياتي بسببه أتريد أن تذعن له وتستسلم يا كبير الكهنة وماذا وماذا يمكنني أن أفعل عليك بالحيلة بالمكيدة أتترك أيوب يزدار آلهتك ومعبدك يا له من أمر شنيع شنيع نعم يجب أن أزيعه من طريقي بعدما أوشك المعبد على الإفلاس وساعتها يا صديقي ساعتها سأفقد كل شيء وتتسول في طرق حران أو تذهب لأيوب تستجديه لا لا لن يكون هذا أبدا لن تسعى البلاد كلين يا أيوب لن تسعى البلاد كلين يا أيوب لن تسعى البلاد كلين يا أيوب لن تسعى كلين مولاتي هل يمكنني الحديث أأدون أن تغضبي أو تنزعجي؟ ما الأمر يا كبير الكهنة؟ إني أخشى على مملكتنا من سطوة أيوب ونفوذه بين الناس انتبه لكلامك أيها الكهن مولاتي إن حرصي على هيبة الملك وأمن البلاد هو ما يدعوني إلى عجبا لك أيها الكهن أنت تعيد حديثك الذي أغضب الملك وكاد أن يودي بحياتك ماذا تريدنا أن نفعل مع أيوب؟ نخرجه من المدينة لقد كبرت سنك أيها الكهن وأصابك الخرف مولاتي الوزير يستأذر في الدخول دعه يدخل عمت صباحا يا مولاتي تعال أيها الوزير واستمع إلى ما يقوله كبير الكهنة وحديثه المعاد عن أيوب إن أمر أيوب يثير القلق فعلا يا مولاتي أنت أيضا يزعجك هذا الرجل؟ مولاتي إنما لا يتحكم في أقوات الناس يمكنه أن يحركهم كيف يشاء فمصدر قوة أيوب إذن هو ما يمتلك من مال وضياع تماما يا مولاتي فإذا ذهب كل هذا عنه ولم يبقى عنده شيء ساعتها سينفض الناس من حوله دعوني الآن وسأرى ما يمكن فعله إن التوكل على الله والصبر على البلاء سبب لنيل المؤمن الأجر والثواب فعلى المرء أن يوطد النفس على الصبر عند الشدة فصبر العبد دليل قوة الإيمان وصبر أيوب عليه السلام على البلاء جعل منه قدوة ومثالا للآخرين فأنبياء الله تعالى ورسله هم أشد الناس ابتلاء وفي الحديث الذي رواه سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فالصبر والثبات عند الابتلاء سبب في رفع الدرجات عند الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين وبعد يقول الحق سبحانه في كتابه الكريم وقال ربكم دعوني أستجب لكم فالدعاء يصل الخلق بالخالق ويعبر عن إيمان عميق بأن هناك إلها قديرا على كل شيء بيده الأمر كله يقدم المساعدة لمن يطلبها في أي وقت فبابه مفتوح لا يغلق في وجه أحد ولكن كيف يكون الدعاء فالدعاء له آداب وشروط حتى يتحقق ولن نجد خيرا من الأدعية التي دعا بها الأنبياء عليهم السلام والتي وردت في القرآن الكريم وقد مر الأنبياء بمواقف صعبة لم ينقذهم منها إلا صدق دعائهم حيث كانت لهم في هذه المواقف أنبل الكلمات التي تجسد حسن التوسل والمناجات لله وحده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر أراك تطيل السجود والتعبد يا أيوب ألا تستريح قليلا يا زوجة العزيزة لقد أنعم الله علي ولم يبخل فهو أكرم الأكرمين فكيف تطلبين مني أن أقصر في عبادتي شكرا لأنعمه إني فقط أشفق عليك فإن لجسدك عليك حقا التكاسل في العبادة أول مداخل الشيطان وإني مهما تقربت وتعبدت لله فلن أوفيه حقه على جزيل عطايا ويشهد الجميع بأنك لا تبخل على أحد بالعطاء ويمتنون لذلك ألا يستحق ذلك الشكر لله كان شعار أيوب دائما أن مال الله لعباد الله وما جعله الله على هذا المال إلا قيما لا مالكا ولا خازنا مالكا اشتركوا في القناة من تقصد يا مولاي؟ هذا الكاهن ماذا بك يا رجل؟ أمرك يا مولاي أما زلت منزعجا من هذا الرجل؟ ألم تسمعي ما تفوه به هذا الأحمق؟ من أيوب هذا الذي يمكن أن ينازعني ملكي؟ وحق الآلهة لقد جن هذا الكاهن؟ لقد كبرت سنه ولم يعود يعي ما يقول ولكن لكن ماذا؟ هل تلاعب بعقلك هذا المخرف؟ لا لا يا مولاي ما أود قوله ماذا؟ ما أردت قوله هو من الذي يديرنا من تقص أمر هذا الرجل أليس من رعاياك؟ بلى فلنتحقق من أمره إذن ونرى إن كان ما يقوله كبير الكاهنة حق أم إنها مجرد أوهام تطلبين مني أن أترك أمور البلاد وأتفرغ لمعرفة حقيقة هذا الرجل؟ لا تشغل بالك ولتترك لي تقصي هذا الأمر حسنا لك ما تريدين كان أيوب يقضي يومه وهو يتفقد العمل في الحقول والمزارع حيث العمال والخدم يعملون ويحملون الثمار والمحاصيل إلى المخازن وأما أولاده فكانوا يحملون الطعام والكساء ويذهبون إلى الفقراء يقدمون لهم ما يحتاجونه من كساء وطعام ولأن الشيطان عدو للإنسان فقد كره وأغضبه ما بلغه من حال أيوب من حبه للناس وحبهم له وبعد أن يأس من إغواء أيوب تحول إلى الزوجة ليى يوسوس لها ما لك تتفاخرين يا لية بأموال زوجك أيوب وخيراته ألا تخشين أن يزول ما أنتم فيه من نعيم؟ فلا شيء يدوم اللهم أدم علينا شكر نعمتك ولا تصبنا في ديننا زوجك يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وأنت تفعلين مثله أمسك عليكم أموالكم يا آل أيوب ولا تكونوا من المبذرين المال مال الله ولا نملك منه شيئا فهو وديعة نشكر الله عليها أه يكون الشكر بالإصراف؟ هل أمنتم تصريف الزمن وتقلبه؟ العيون كلها عليكم ولا تخل من الحسد وتمني زوال النعمة أه يحسدنا الناس رغم عطائنا لهم؟ نعم يحسدونكم فنفوس البشر لا تخلوا من الشر قال أيوب ما لك تجلسين وحيدة وشاردة يا ليا؟ لا شيء يا زودي لا شيء ما هذه الدموع الذي تملأ عينيك هل بك شيء يا زوجتي؟ أصبحت أخشى الغد يا أيوب الغد بيد الله وليس بأيدينا ونعم بالله فلما الخشية من الغد؟ الناس يحسدوننا رغم ما نفعله معهم من إحسان فصرت أخشى من زوال ما بنا من نعمة اترضي عنك هذه الهواجس وتضرعي إلى الله أن يحفظ علينا ديننا فهو النعمة الحق وليس المال الزائل ترجمة نانسي قنقر قال أيوب أعوذ بك يا رب من جار عينه تراني إن رأى حسنة سترها وإن رأى سيئة ذكرها وأعوذ بك يا رب من همزات الشيطان ووساوسه يبدو أن زينة الدنيا وزخرفها لم تطغ أيوب وزوجه يتعبدان لله ويسجدان شكرا لما ينعمان فيه من خيرات إنهم يستعصيان على إغوائي ولكن ماذا لو ذهب كل هذا النعيم نعم إن زوال النعمة داعية للكفران بعد الإيمان أي رب لقد أعطيت أيوب ما لا تغيب عنه الشمس فلو قضى عمره كله في سجدة واحدة لم يوفك حقك فيما حبوته إياه فلو ابتليته في ماله وأصبته في ثروته وما يملك من الأراضي والأنعام وحقك لتغير حاله وفطرت عبادته وقلت طاعته وانقطع إحسانه فيأتي إبليس الجواب من علي قدير أن اصنع وجندك ما بدى لك في أمواله قد أبحنا لك ذلك وسترى صدق عبادة عبدي الصالح أيوب بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين وبعد الحق سبحانه وتعالى يختبر عباده بالعديد من المحن والمصاعب التي تواجههم في الحياة وذلك ليقرب إليه من يشاء ويعلم الصادق مع الله من الكاذب فعلى قدر إيمان المرء وقربه من ربه يأتي البلاء لذلك كان الأنبياء من أكثر الناس ابتلاء ليقربهم الله إليه ولنا في قصة سيدنا أيوب عليه السلام العبرة والعظة يا جنود إبليس لقد سلطت على مال أيوب حقا يا سيدي إنها المصيبة الفادحة هي كما تقولون وأكثر فماذا عندكم من الحيل كي ننجز هذه المهمة يا سلطان الشياطين لقد أعطيت من القوة ما إن شئت تحولت إسهارا من نار وأحركت كل شيء آتي عليه وماذا تنتظر أسرع وقت على كل شيء الإبل والأغنام والمواشي ولا تبق منها شيئا أريد أن أرى كل ما يملكه أيوب وقد أصبح رمادا منطورا وهباء تضروه الرياح أمرك يا سيدي هيا إذن سنرى يا أيوب إلى من ستسجد وتتعبد اذهبوا اذهبوا يا جنود إبليس وأتوني بالخبر السعيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا لقد بلغني أيها الملكة ما تدبرينه مع الوزير وكبير الكهنة بشأن أيوب لقد وعدتني بترك أمر أيوب لي إن التصرف في أي أمر بدون الرجوع إليه غير مقبول ويقلل من هيبته هيبتك مصانة يا مولاي أخشى من انتشار النار في الهشيم أي نار وأي هشيم أيها الوزير إن هذا الرجل لم يفعل ما يضرنا وما يفعله مع أهل المدينة إنه يعطي الناس مما لديه من خيرات ماذا تقصد يا مولاي فليأتي الفقراء إلى هنا وليأخذوا كل ما يحتاجونه من طعام يأتوا إلى القصر كيف هذا أيها الوزير حدد يوما في الإسبوع يأتي فيه كل محتاج ليأخذ ما يشاء من قمح وحنطة أفهمت؟ سمعا وطاعة يا مولاي وليتولى الأمير صافر الإشراف على هذا الأمر أقدم يا رجل واخذ نصيبك من الطعام دار من هذه أيها الرجل؟ هل أنت غريب عن هذه البلاد؟ فلا أحد في المدينة لا يعرف هذه الدار أنا عابر سبيل أنا عابر سبيل إنها دار سيدي أيوب هذه الدار المتوضع؟ كنت أظنه يملك قصرا كبيرا سيدي أيوب يعيش حياة الزهد والتقشف ولا تلهيه الدنيا وزينتها وهذه الأراضي الشاسعة والمزارع والمواشي والأغنام كلها ملك لنبي الله أيوب نبي الله؟ أيوجد إله آخر غير آلهتنا؟ أجل الله الواحد الأحد رب الأرباب ولا إله غيره خالق الأكوان وكل شيء وكيف توصل إليه سيدك أيوب؟ جاءه الوحي من السماء وهو يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد أريد أن أقابل أيوب وينطرق إبليس وجنده إلى كل ما يملك أيوب من حقول ومراع ومواش وأغنام فيحرقونها جميعا لتتحول إلى رماد وحطام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا من الذي يطرق ببنا هكذا؟ انظري من يكون يا صالحة خذيف ماذا بك؟ أين رسول الله؟ ماذا حدث يا خذيف؟ قال أيوب ما الأمر يا خذيف؟ ماذا حل بك؟ بل الذي حل بنا يا رسول الله تكلم يا خذيف ماذا حدث؟ مصيبة كارثة هلك كل شيء لقد أدت النيران على كل شيء المواسي والأغنام والحقول ومصيبته ومصيبته يا ويلي رحمك يا رب رحمك كيف حدث هذا يا خذيف؟ خيم الظلام فجأة على المكان كله وانشقت السماء فانبعثت منها نار أحرقت كل شيء ومات بعض الخدم إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي إن كنت تنزل المصيبة فأنزل معها الصبر سأل أيوب الله عز وجل الصبر على ما ابتلي به من زوال النعمة فلم يجزع فالصبر ألزم ما يقول في ساعة المحن التي يبتل الله تعالى عبده بها فإذا نجح العبد في هذا الاختبار والابتلاء انقلبت المحنة في حقه إلى منحة وتحولت البلية إلى عطية مزداقا لقول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين وبعد على المرء أن يلجأ إلى الله دائما في العسر وفي اليسر وإلى الصبر إذا ما أصابه الضر وأن يكون على يقين بأنه لا مجيب له إلا الله سبحانه وتعالى وأن لا كاشف لما نزل به من البلاء إلا خالق الأرض والسماء فهو المعين وهو المجيب وهو الذي بيده مقاليد كل شيء وهذا اليقين يدخل الراحة والطمأنينة في قلب المؤمن ويجعل حياته هادئة مستقرة ونفسه راضية مطمئنة ترضى بما كتب الله عليها وتقبل بما قسمه الله لها ففي الصبر على ما تقره كل الخير وليعلم الإنسان أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى اشتركوا في القناة لقد خلفتم أمري بعدم التعرض لأيوب وسلبتموه أمواله وكل ما يملك أإلى هذا الحد وصل بكم الحقد؟ أقسم لك يا مولاي إن ما حدث لا دخل لنا فيه من إذن الذي تسبب فيما حدث؟ من الذي أشعل النيران في أراضي أيوب ومواشيه؟ أجيبوني أقسم برب الأرباب إن أياً منا لم يقترف هذا الأمر الشنيع اخرس أنت يا رأس الأفعى فحسابك لم يأتي بعد لقد انتهزتم فرصة غيابي عن المملكة ونفذتم هذه المؤامرة الدنيئة لا تتعجل الحكم يا مليك أقسم بهيبتك أي هيبة تلك التي تتحدثين عنها؟ إن من ارتكب هذه الجريمة سينال مني أشد العقاب إنها لعنة الآلهة لقد حلت بأيوب بعد أن كفر بها واتبع إلهه المزعوم ولماذا خصت الصواعق والنيران ما يملك أيوب دون غيره؟ وهذا ما يؤكد كلامي يا مولاي إنها لعنة الآلهة صبتها على أيوب الصابق نحن لا نجذب عليك أيها الملك وإذا تحريت عن الأمر فسيتأكد لك أن ما حدث لا دخل لنا به إن عقلي يأبى أن يصدق ما تقولون انصرفوا الآن من أمامي اتركوني وحدي أهلكت النيران كل ما يملك أيوب فأتت على الزرع والضرع فتحول حاله من الثراء والغنى إلى الفقر والعوز ولكنه لم يهن أمام مصيبته بل تماسك وتجلد صابرا محتسبا وكذلك كانت زوجته ما فعل الله بك يا عبد الله؟ قال أيوب إنه الله الفعال لما يريد لقد أتت النار على كل شيء لم تترك شيئا إلا أهلكته الحمد لله حين أعطاني وحين نزع مني عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى التراب وعريانا حين أحشر إلى الله ليس لك أن تفرح حين أعارك وتجزع حين قبض عاريته منك أرأيت لو كان الله أثابك على ما دأبت عليه من الصلاة وأعمال البر ما أصابك في مالك ما أصابك صهن أيها الشيخ إنما تنطق بلسان الشيطان وحسرته سجد فرشد وأبيت فغويت أعجبا لأيوب يسجد لربه بعد كل ما أصابه ما كان يعبد شيئا وما كان إلا في غرور لو كان إله أيوب يقدر على أن يصنع شيئا لمنع عنه هذا البلاء الذي أصابه على موقوفكم يا قوم لم يعد لدى أيوب ما يعطيه لكم إن أيوب وزوجته لم يبخل علينا ولو حتى بالقليل أي إحسان هذا الذي تتحدث عنه إذا كان يتباهيان بما يملكان إن صارفوا أيها القوم فلم يعد لآل أيوب ما يعطونه فلنرى ما سيكون من أمرها تلك التي كانت تتباه عليكم بأموال زوجها ومن ينكر معروفها على الناس أيتها الجاحدة عجباً لهؤلاء القوم هل أصابهم العمى؟ يتوافدون على الدار وكأنهم لم يروا ما حدث أعطهم من مخزون الدار يا خذيف سيدتي إنه بالكاد يكفينا أطع أمر سيدتك يا خذيف ولا تجادل سيخلف الله علينا ولن نرد أحداً فكما أخذ الله مننا أعطانا فلن يبخل الله علينا فالمال مال الله هكذا علمنا أيوب قال أيوب ما بك أيها الشاب الطيب ألك حاجة فأقضيها لك لقد أعطاني خادمك بالأمس قبل أن تحل بأرضك هذه المصيبة لله ما أعطى ولله ما أخذ أراك لم تجزع يا سيدي لما حدث لك ولم تنقم بعد الذي حل بأرضك لقد خذلك ربك وأخذ منك كل ما تملك أستغفر الله وهل كنت أملك شيئاً يا بني ما كان عندي لم يكن إلا وديعة وقد استردها من يملكها الله أراك تذكر إلهك دائماً وتنكر آلهتنا آلهة متعددة خير أم الله الواحد الذي يحيي ويميت ويخلق ما يشاء وآلهتنا التي نعبدها ضلال وإفك أصنام لا تنفع ولا تضر هداك الله يا بني استشاط إبليس غضباً وحقداً من تحمل وصبر أيوب ولجوئه إلى الله بالدعاء وازداد حنقه وغيظه كلما تسمع للملأ الأعلى ويسمع الملائكة وهم يثنون على أيوب ترجمة نانسي قنقر أي رب إن كان أيوب لم يقابل المصيبة إلا بالصبر فليس ذلك إلا لاعتماده على ما لديه من أولاد يطمع أن يشتد بهم ظهره ويسطر بهم ثروته فلو صلتني على أولاده لتمكن اليأس منه وهجر الصلاة وطرك السجود ولجحد ما كان فيه من نعيم فقط صلتني على أولاده ويأتيه النداء من رب العالمين أنا الله السميع البصير الخبير بعبدي الصالح أيوب فأجلب على من عنده من أولاد بخيلك ورجلك واصنع ما بدالك فلن تجد منه إلا الصبر والضراعة والانكسار بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين وبعد لقد أثنى الحق سبحانه وتعالى على عبده ونبيه أيوب بأحسن الثناء على صبره فوصفه بأنه أواب والأواب هو الذي يكثر الرجوع إلى الله بالتوبة والطاعة وهي صفات الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين واشتق قسم أيوب من هذه الصفة فهو الراجع دائما إلى الله والتائب إليه فليحرص كل منا على أن يكون له نصيب من هذا الخلق الكريم بكثرة الإنابة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى وبالرجوع في كل حركاتنا وسكناتنا لله رب العالمين لننال بفضله وكرمه درجة الأوابين وما أعده لهم قال تعالى هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر إنهم السلوى لنا والمعين بعض الله على اجتهاز هذه المحنة سيدتي ما وراءك يا خذيف؟ يقول لك سيدي أيوب إنه سيبيت الليلة مع أولاده خارج الدار ولما؟ إننا نحاول إصلاح ما لحق بالحضيرة من أضرار وإعادة بنائها وماذا عن البنات؟ سنبيت جميعا بالخارج هذه الليلة حسنا يا خذيف عد إلى سيدك ولا تجعله يشق على نفسه أمرك يا سيدتي فلندخل نحن يا صالحة هيا ترجمة نانسي قنقر لم ينقطع نعيق الغربان لحظة ماذا حل بها؟ عهدي بها نائمة في هذا الوقت سيدتي ماذا بك؟ منذ دخلنا الدار وأنت ساهمة لا تنطقين أشعر بانقباض في صدري وقد زاده نعيق الغربان انقباضا أكاد أسمع دقات قلبي من يطرق بابنا الساعة؟ اهدائي سيدتي أظن أنه سيدي أيوب رحمك يا إلهي قال أيوب السلام عليكم أيوب أين أولادي؟ ألم يخبرك خذيف؟ إنهم يصلحون الحضائر مع باقي الخدم ماذا بك يا زوجتي؟ أستحلفك بالله يا أيوب استدعيهم في الحال أستحلفك بالله ولماذا؟ أريدهم أن يبيتوا معي هنا الليلة حسنا حسنا سأستدعيهم فقط هدائي؟ ما الأمر يا صالحة؟ إنها على هذه الحال طوال الليل لا أدري ما بها ما هذا؟ إنه صوت الرعب ما هذا الفزع يا زوجتي؟ أيوب أولادي يا أيوب أولادي ما هذا؟ لطفك يا رب لطفك قال أيوب إنه زلزال عنيف تمسكوا ولا تنزعجوا الأولاد يا أيوب الأولاد شكرا يكاد قلبي ينخلع من صدري افتحوا الباب افتحوا الباب يا أهل الظهر افتحوا الباب إنه خذيف سيدي سيدي أيوب قال أيوب ماذا ورائك يا خذيف؟ أين أولادي؟ لماذا لم يأتوا؟ لماذا عطت وحدك؟ تكلم تكلم يا خذيف تكلم تكلم يا خذيف ما الأمر؟ أيوب أيوب لماذا لا يتكلم؟ لماذا لا يتكلم؟ تكلم بالله عليك يا خذيف ليت أمي لم تلدني حتى لا أشهد هذه الكارثة؟ رحمك رحمك يا الله رحمك يا ربي تكلم يا نذير الشؤم ماذا تخفي عنه؟ أهو ما حدث من لحظات؟ أعني هذا الزلزال العنيف؟ نعم يا سيدي هو نهار سقف الحذيرة على الجميع وهم نيام وضربت السواعق المكان فاشتعلت به النيران أكاد لا أصدق ما أسمع أكاد لا أصدق تكلم يا خذيف تكلم رغم أن كلامك سيكون كالسم في عروقه وكالسكين في قلبه أي من الأولاد؟ أي منهم يا خذيف؟ أي منهم؟ أحومل؟ أم بشر؟ أم عنقى؟ تكلم تكلم كفا كفا لا تزيد عذابي ارحموني أتعني أن كلهم كلهم يا سيدي كلهم لا 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 الله لا ينزل علينا هكذا مصيبة هذا كذب هذا كذب سيادتي سيادتي قال أيوب إلهي إن بحار لطفك لا تنتهي إلهي إن كنت قد أغلقت أبواب النعمة في وجهي فافتح علي أبواب الصبر وكيف نصبر على ما أصابنا؟ مصائب الدنيا مرة إلا أنه لا يصعب على المؤمن تحملها هل غضب الله علينا؟ نعوذ بالله نعوذ بالله نحن لن نتحمل غضبه إننا لم نخسر شيئا يا زوجتي لأننا لم نكن نملك شيئا فالله هو المالك ولكننا لم نكن بنعمة الله كافرين إنها إرادة الله ولا نملك إلا الصبر لقد جاء وقت الامتحان الامتحان الذي مر به كافة الأنبياء قبلي لقد استرد الله وديعته وسنظل صابرين شاكرين يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم المال والبنون زينة الحياة الدنيا صدق الله العظيم وعندما يأتي الابتلاء والاختبار في المال وفي الولد يقول الأمر صعبا وغير محتمل فما بالنا إذا ما أضيف إليهما الابتلاء في الصحة أيضا فقد أيوب كل ما يملك ومات أولاده جميعا وتوالت المصائب عليه وهو ما زال صابرا ذاكرا محتسبا بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ولوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين وبعد لقد شاء الله سبحانه وتعالى رغم كل ما وقع على نبيه أيوب ألا يجزع ولا يقنط بل لم يقل إلا إنا لله وإنا إليه راجعون فقد علم أيوب أن مثله مثل كل الأنبياء الذين تعرضوا للابتلاء فليس لهم إلا الصبر إن الله هو مالك الأمر يقضي الأمر بحكمته وحكمه ورحمته فالسراء والضراء ابتلاء واختبار يختبر الله بهما إيماننا ليرى هل نصبر ونشكر ولقد صبر أيوب صبرا جميلا فلم يشكوا إنما رضي وصبر فعوضه الله كل خير عظة لنا أن الله إذا أخذ أعطى أضعاف ما أخذ مزداقا لقوله تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم صدق الله العظيم ألهمك الله الصبر يا أيوب شيء لا يحتمل أن يفجع الإنسان في كل أبنائه قال أيوب لو نزلت هذه المصيبة على جبل لهدمت سبعة أولاد ومثلهم من البنات ذهبوا في لحظة واحدة لا أحد يقوى على تحمل ذلك أعزائي وأحبائي ماتوا جميعا لو كنت هناك لرأيت كيف تكسرت عظامهم بعد أن انهار السقف عليهم ولرأيت كيف فارق الحياة الواحدة والآخر إلهي ليس لي غيرك ألوذ به عند المحن يا أيوب إنك من قطعت يوما عن السجود والعبادة فلماذا نزلت بك كل هذه المصائب لقد تحملت كل ما نزل بي من بلاء وتحليت بالصبر ولكن هذه المصيبة أكبر من تحملي فلماذا يا رب؟ لأنني خدعتك يا أيوب أهذا أنت أيها اللعين؟ أظننت أنك نلت مني مأربك؟ نعم نلت ما أريده لقد فقدت صبرك وها أنت تنتحب على أعزائك يا أيوب أخيرا انتصرت عليك أيها الساجد الصابر إلهي لقد انتابني اليأس في غمرة الحزن على أولادي ولكن أبدا لم أيأس من رحمتك أتوب إليك يا رب وأستغفرك مصيبتك أكبر من أن تصبر عليها يا أيوب إلهي نسيت في لحظة شيطانية أن أولادي هم هبة منك وأنك استرددتها فغفر لي أما زلت تدعو وتسجد لمن منع عنك رحمته وقضى على ثمار عمرك كلها ألم تيأس من رحمة الله بعد؟ لا ييأس من رحمة الله إلا أمثالك يا رجيم فأنت من كتب الله عليه اللعنة إلى يوم الدين أتظن أنك انتصرت علي يا أيوب؟ لا بل أنا الذي انتصرت ولن تتحرر مني لن تتحرر مني وسطر يا أيوب سطر سطر شكرا للمشاهدة للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أجل أجل علمت وتألمت لما حدث له إنها مصيبة تفوق التحمل أن يفقد المرء أولاده كلهم هكذا في لمح البصر إنها لعنات الآلهة تصبها على كل من يكفر بها لقد تخلى عنه ربه الذي كان يتوجه إليه بالعبادة أيكون الأمر هكذا؟ وماذا غير ذلك؟ لقد كان أيوب في ضلال وإلا ما حاقت به هذه المصائب صدقتي صدقتي يا مولاتي فإذا كان إله أيوب بهذه القسوة ولم يأبه بعبادته فعلينا أن نزداد تمسكا بآلهتنا التي لا تؤذي بل تعطينا الخير والبركة لقد كان أيوب في ضلال ونحن على الحق أرجو أن يهدأ بالكم الآن وأن تزول مخاوفكم تجاه أيوب أصبح منزل أيوب خاليا إلا من زوجته لا مال لديه ولا ولد فلم يزده كل هذا إلا تقربا أكثر إلى الله سبحانه وتعالى فلم يقف أيوب عن الدعاء والعبادة وعن ذكر الله ازداد ضيق وغيظ إبليس وهو يرى أيوب ما زال صابرا متوجها لله بالعبادة وبالشكر والحمد يا رب إن أيوب لم يزل صابرا لأنه معافا في بدنه ولو أنك صلطني على بدنه سينفذ صبره ويقف عن السجود لك أباه الله تعالى جسد أيوب للشيطان يتصرف فيه كيف يشاء فضرب الشيطان جسد أيوب من رأسه حتى قدميه فاعتل جسده كله خلا قلبه ولسانه وسمعه وبصره انفض الناس عن أيوب بسبب مرضه فابتعد عنه القريب والبعيد إلا امرأته الصابرة المحتسبة قال أيوب إلهي جعلتني للبلاء غرضا لو سلطته على جبل لضعف عن حمله فكيف يحمله ضعفي ذهب المال وهلك الأولاد وهاجمتني الأسقام ليتني عرفت الذنب الذي أذنبت فصرفت وجهك الكريم عني هون عليك يا زوجي فربك لن ينساك في مصابك يا لي ألم أكن للغريب دارا وللمسكين قرارا ولليتيم وليا وللأرملة قيما بلى والله يا أيوب إلهي أنا عبدك الذليل إن أحسنت فلك المنة وإن أسهأت فبيدك عقوبتي ألا تكف عن البكاء يا صالحة كفى ما نحن فيه ألا ترى ما حقبنا وبسيدي أيهم وسيدتي لي لقد ضاع كل شيء سيعوده الله فسيدي لم يكف لحظة عن الصلاة والدعاء فهو لم يفقد أمله في الله أبدا عن أي شيء سيعوده يا خذيف عن ماله الضائع أم عن أولاده الذين ماتوا جميعا وها هو لا حول له ولا قوة وقد هاجمته الأمراض والأسقام تنهج جسده قال أيوب إلهي ليس لي معين غيرك جسدك حار كالجمر من شدة الحمى ووجهك غدى شاحبا ونحيفا إلهي كل هذا هدية منك أتقبلها بنفس راضية لو استطعت لفديتك بروحي يكفي أنك كنت لي سراجا منيرا في ليالي المصائب الحالكة يا أيوب يا رسول الله ألم يحن الوقت لتطلب من الله إنهاء هذه المصائب لست بطالب ذلك حتى تتساوى أيام بلهئي مع أيام نعمتي وأطالبك أنت أيضا بالصبر سيدي هناك من يريد أن يدخل ليراك أهلا بهم أدخليهم يا صالحة إذن فأصدقاؤنا القدامى جاءوا لزهارتنا أعتذر عن عدم استطاعة النهوض آمل أن تشفى سريعا هل سعيت لمعالجة المرض؟ هل راجعت الطبيب؟ هذا المرض هو هدية من الطبيب وأنا لا أرضى بمعالجته حتى يشاء الطبيب ذلك إن إيمانك الراصخ يستحق التقديس يا رسول الله أيوب أصدقني القول ماذا أزنبت لكي يفعل الله بك هذا؟ صحن يا رجل ما هذا الذي تقوله لنبي الله؟ فكيف لنبي الله أن يبتلى بكل هذه المصائب إلا أنه قد فعل شيئا يستره عنه فعاقبه الله عليه عفوا يا نبي الله لا تنصت لهذا الأحمق وعزة ربي إن ربي يعلم ببراءتي مما تقولون وعزة ربي إني ما أكلت طعاما إلا ويتيم أو ضعيف يأكل معي إلهي أنا راض بقضائك بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إن الله سبحانه وتعالى يختبر العبد بالمصائب تارة وبالنعم تارة أخرى وقد اختبر أيوب عليه السلام بالنعمة في ثرائه وصحته وماله وولده فشكر وأرد الله أن يختبره بالمصائب أيضا فأفقده المال والولد فصبر ثم ابتلاه في جسده وصحته فصبر أيضا لأنه كان يؤمن أن ابتلاء الله لعباده ليس سخطا عليهم أو غضبا منهم ولكن ليصل بعبده إلى أعلى الدرجات فالابتلاء يكون اختبارا لأحباب الله ولعباده المطيعين بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ولوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين وبعد كان أيوب عليه السلام لا يزداد مع زيادة البلاء إلا صبرا وطمأنينة فلما يأس الشيطان من أيوب الصابر المحتسب اتجه إلى أهل حوران ينفث فيهم الوساوس حتى جعلهم يعتقدون أن أيوب أذنب ذنبا كبيرا فحلت به اللعنة ونسج الناس الحكايات والقصص حول أيوب وتطور الأمر أكثر حتى ظنوا أن في بقائه في المدينة خطرا عليهم وعقدوا العزم أن يخرجوا أيوب من أرضهم أيها الناس كيف تتركون أيوب يعيش بينكم في المدينة؟ ماذا تريد أن تقول أيها الرجل؟ لقد صب الله غضبه على أيوب لأنه أذنب ذنبا كبيرا وقد حلت عليه لعنة الله فلو تركتموه في قريتكم لأصابتكم لعنته وحل عليكم من المصائب ما أصابه أيها الناس لقد كان أيوب كريما ودائما الإحسان إلينا هو وزوجته فكيف نقابل إحسانهما بالإساءة؟ أي إحسان هذا الذي تتحدث عنه؟ إذا كان يتباهيان بما يملكان يا قوم إن لكم ناصح أمين وأخشى أن تصيبكم اللعنة أنتم أيضاً ماذا ننتظر إذن؟ وماذا علينا أن نفعل؟ أخرجوا أيوب من أرضكم تسلموا وإلا فإن اللعنة ستحل بكم أيضاً هيا هيا بنا إلى دار أيوب هيا ماذا وراءك يا كبير الكهنة؟ ولما تهرول هكذا؟ أمر في منتهى الخطورة أيها الوزير ما الأمر؟ تكلم أين مولاتي؟ أين مولاتي؟ ماذا تقول أيها الكهن؟ ما سمعت يا مولاتي لقد اتبع دعوة أيوب لا أكاد أصدق ولدي صافر نعم يا مولاتي أميرنا صافر أواسق أنت مما تقول أيها الكهن؟ كما أثق أني أقف أمامكم الآن وصدق بوجود إله في السماء؟ وهجر آلهتنا ولم يعد يؤمن بها أخشى عليه أن يصيبه ما أصاب أيوب ولن يكون ساعتها ولن يكون ساعتها إلا الخراب وستسخط علينا الآلهة وتصب لعناتها كفى 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 أنتم الأثمان لا أستطيع أن أصدق أين هو؟ أين صافر؟ فليحضر حالاً واكتما هذا الأمر عن الملك تجمع الناس أمام بيت أيوب المتهالك الخاوي إلا من زوجته دخلوا يصرخون وينادون عليه ما الأمر أيها الناس؟ أين أيوب؟ إنه يرقد بالداخل ولا يقوى على النهود يا أيوب نحن نظن أن اللعنة قد حلت بك ونخشى أن تعم هذه اللعنة القارية كلها الله هو الذي أنزل المصيبة علينا وسيرفعها عنا متى شاء قال أيوب يا قوم يا قوم ألا تخافون الله؟ فإن عذابه شديد لكنك الذي تتلقى العذاب أي عذاب أشد مما حل بك أيها الرجل؟ أي معصية ارتكبت يا أيوب حتى حل بك هذا العذاب لقد غضب الله عليك اخرس أيها الرجل اخرجوه من المدينة فلتخرج من قريتنا وتذهب بعيدا عن هنا أنت منبوذ كفا كفا ماذا دهاكم؟ ألا لعنة الله عليكم يا من تعتبرون نبيكم منبوذا؟ يا قوم إني أحذركم فمرضه معد وستصابون به جميعاً إن لم تخرجا فسوف نخرجكما بالقوة اللهم إني أشكرك على هذا البلاء الذي كشف لي حقيقة هؤلاء الناس يا رسول الله مدام هؤلاء قد نقدوا العهد فما بقاءك بينهم؟ لقد شهدت مصائب كثيرة وعانيت مصائب جمة لكن الجرح الذي سببه كلامكم أبلغ وأكبر من كل جراحي هذا بيتنا وهذه أرضنا فأين نذهب؟ لو أن إرادة الله اقتضت امتحاني مرة أخرى برحيلي من دياري فلتكن مشيئة الله يا أيوب يا أيوب أرأيت نبياً يترك قومه؟ هم الذين تخلوا عني يا قوم هل أخذت منكم أجراً لقاء إرشادكم وهدايتكم؟ ألم أكن أقاسمكم قوت يومي؟ ألم أكس عراتكم؟ ألم أشارككم همومكم وآلامكم؟ أجيب أجيب يا أهل حوران لا فائدة من الجدال هيا خرجوا وإلا سنرجمكما هيا ارجموهم هيا هيا ارحلوا من هنا يا رب إن كانت هذه مشيئتك فسأخرج من هذه القرية الظالم أهلها يا رب سامح هؤلاء على جهلهم لو كانوا يعرفون الحق ما فعلوا ذلك بنبي الله اذهبي يا زوجتي مع خذيف إلى خارج المدينة وأقيما سقفاً لنعيش تحتها أيوب يجب أن يغادر المدينة لماذا؟ ألا يكفي ما حاق به من مصائب وخراب؟ لا تستهن بالأمر إن مرض أيوب يمكن أن ينتشر في المدينة ويعمى الوباء أي وباء هذا الذي تتحدثين عنه؟ لقد تفرق الجميع من حوله فلا أحد يقترب منه خوفاً أن يصاب بأذى دعيني الآن لأراه ماذا سأفعل في أمره صالحة اذهبي أنت وخذيف فلقد فعلتما معنا الكثير في الوقت الذي تخلى عنا فيه الجميع اذهباً إلى أين نذهب يا سيدتي؟ لم يعد لدينا شيء كما ترين ولا نستطيع أن نعطيكما مقابلاً لخدماتكما نحن لم نطلب شيئاً ومهما فعلنا فلن نوفي ما علينا من دين أرجوكما أنا وزوجي مرهقان اذهب الآن اذهباً وليفعل الله بنا ما يشاء أجل يا أمي آمنت بدعوة أيوب وإلهه أيها المجنون هل خدعك هذا الرجل بكلامه المعصول؟ هل أضلك أيوب؟ ليتك أنت أيضاً تؤمنين يا أمي اخرس أيها الولد العاق أتريدنا أن نترك ما كان يعبد آباءنا وأجدادنا ونعبد إلهاً وهمياً يدعي هذا الرجل أنه في السماء؟ ماذا هناك؟ وما هذا الصياح والصراخ؟ لماذا تغضب أمك يا صافر؟ بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين وبعد ذا عصيت نبي الله أيوب واشتهر اسمه مقرونا بسمة الصبر فكان من أشهر الأسماء التي لمعت في دنيا الصبر وتحمل البلاء فقد شنت عليه الخطوب والآلام حربا شعواء فانتصر عليها بسلاح الصبر والإيمان لذا جرى ذكره على كل لسان وفي كل زمان ومكان وأصبح المثل الذي يضرب لكل صابر والقدوة التي تحتذا لكل ذي رزية أجل يا أمي آمنت بدعوة أيوب وإلهه أيها المجنون هل خدعك هذا الرجل بكلامه المعصول؟ هل أضلك أيوب؟ بل دلني على طريق الحق وعرفت أن ما نحن فيه هو الضلال بعينه ليتك أنت أيضا تؤمنين يا أمي اخرس أيها الولد العاق أتريدنا أن نترك ما كان يعبد آباؤنا وأجدادنا ونعبد إلها وهميا يدعي هذا الرجل أنه في السماء؟ ماذا هناك؟ وما هذا الصياح والصراخ؟ لماذا تغضب أمك يا صافر؟ لقد أضل أيوب ولدنا الهمام وحدث ما كنت أخشاه وحذرني منه كبير الكهنة أصحيح ما تقوله أمك يا صافر؟ نعم اهتديت على يد نبي الله أيوب ورجعت عما كنت فيه من ضلال نبي الله أجاد أنت فيما تقول؟ أنا لا أصدق ما أسمع الأمر جد لا هزل فيه أيها الملك يا ويلي يا ويلي رحماك يا أيتها الآلهة رحماك يا أيتها الآلهة أتترك ما نعبد وتتبع هذا الرجل الضال؟ إنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماء وخالق كل شيء يا حراس خذوا هذا الضال وأودعوه السجن ولا يغادره أبداً ستروا من منا على الحق ومن في ضلال إزداد المرض على أيوب فظل على صبره لا يتوجع ولا يشتكي وكذلك كانت زوجته التي صبرت على ما أصابها وأصاب زوجها فلم تفكر لحظة أن تتركه بل صبرت على الفقر وشدته وعلى الظل بعد العزة وارتضت أن تعمل كخادمة في البيوت كي تعول زوجها أترين ليه وهي تطرق الأبواب تبحث عن عمل؟ أيوب لا يقوى على الحركة بعد أن داهمه المرض وزوجته هي التي تعوله وتخدمه هيا بنا قبل أن ترانا فلا شيء عندي لأعطيها إياه مسكينة أنت يا ليه من منا تستطيع تحمل ما تحملته من ضيع المال والولد؟ وحتى الزوج هيا بنا هيا 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 أياتها الكسولة اعملي بقوط يومك إني أبدل ما بغسعي أنا سيتي كم كنت أحسن إليك أنت وزوجك بما تهمسين يا امرأة؟ أقول أحسني إلي كما كنت دوما أحسن إليك كذبتي من أنت كي تحسني إلي يا امرأة؟ هيا انصرفي من هنا هيا أعطني إذا جزاء عملي اليوم لا شيء لك عندي أنا لا أستجد بل أريد ثمن تعبي وعملي منذ الصباح وحتى الآن هيا انصرفي زوجي جائع أعطني فقط رغيف خبز أه 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 ظن إبليس اللعين أنه انتصر على أيوب فجاءه وهو شامت وقد ظن أنه قد بلغ مراده من أيوب وحقق هدفه أمازلت تسجد يا أيوب؟ إن العبد يسجد لمعبوده حيال النعمة التي يمنحها له أما إذا أسلبك معبودك النعمة فلماذا تسجد؟ قال أيوب كانت النعمة أمانة تمتعت بها طويلة فكنت أشكره عليها وقد استرد الله أمانته فلا أقل من أن أصبر وأشكر أهكذا يكافئك الله على سنوات من العبادة والطاعة وهداية الناس؟ الحمد لله الحمد لله على كل عطاء وأخذ وضرر ونفع فهو وحده سبحانه مالك الملك يعطي من يشاء ويأخذ ممن يشاء حديثك هذا لا يخدع إلا العوام فقله لمن يصدقه وليس لي إذ كيف للمرء أن يشكر وقد فقد حصاد سنوات طويلة من مال وأولاد وها هو ربك قد ابتلاك في بدنك يا مسكين أراك تأمل في رؤية قلبي منكسرة وأن تذهب نفسي حسرات على ما ضاع مني وأنا ضعيف قليل الحيلة ولكن خاب ظنك يا رجيم لقد ولدت عريانا وأبعث يوم الحشر عريانا وهذه الدنيا التي استخدمتها وسيلة لخداع البشر لن تغريني أبدا ولن ينقطع سجودي لله شكرا سجود؟ سجود؟ ألازلت تسجد؟ لماذا؟ ؟ موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر الذي لم أدع له مالا ولا ولدا إلا وصلت عليه فأهلكته فلم يزدد إلا صبرا ثم صلت على جسده فتركته قرحة ملقا في العراء لا يقربه أحد إلا امرأته ومع ذلك لم يفطر لسانه عن التسبيح والحمد والتعبد لله والسجود له أشير علي ماذا أفعل معه واين ذهب مكرك يا سيدي؟ لم يثمر مكري عن شيء لقد وجهت كل سهامي نحو أيوب دون أي نتيجة أي نوع من البشر هذا؟ هل بمقدور أحد السمود في وجه كبير الشياطين؟ إنه ليس كباقي عباد الله كلما رسمت له خطة أحبطها وذهبت أضراج الرياح وبأي سلاح يدافع عن نفسه؟ بالإيمان واليقين أشير علي ماذا أفعل معه سيدي هل تتذكر ما فعلته مع آدم؟ ماذا تقصد؟ كيف استطعت خداع آدم؟ ابتليته بالحرص والطمع لا ليس هذا ما أعنيه إن ما أعنيه إنه إذا استعص عليك خداع أيوب لأنه نبي فمن السهل خداع من حوله أحسنت فهمت ما تقصد ما الذي حدث لك يا أخي؟ وما هذا الكلام الذي يردده دائماً عن الله؟ كيف أثر أيوب على عقلك؟ أحقاً يأتيه هاتف من السماء؟ وماذا عن آلهتنا؟ عشطار ومردوخ وبعل؟ أما تكفيك هذه الآلهة يا أيوب حتى تلجأ إلى السماء؟ هل اكتشف إلها جديداً يريد أن يضمه لآلهة المعبد؟ إن كان هذا فلا بأس فمعابدنا تتسع لجميع الأرباب وإن كان يريد رئاسه نصبناه كبيراً للكهنة بدلاً من هذا الأحمق أبعد كل ما أصابك يا أيوب لم تتخلى عن أفكارك بل وزرعت الفتنة في بيته ما الذي تسعى إليه يا أيوب؟ إن في قصة نبي الله أيوب عليه السلام العبرة البالغة فنتعلم منها أن على كل إنسان أن يوطد نفسه على الصبر عند الابتلاء وأن لا يجزع ولا يتبرم من أي ابتلاء وقع عليه قضاءاً وقدراً وأن نتعلم أيضاً من قصة أيوب أنه لا ينبغي اعتبار البلاء دائماً دليلاً على سخط الله وغضبه بسبب العصيان وارتكاب الذنوب والآثام لأن الدنيا دار عمل واختبار وعن الإمام علي كرم الله وجهه أنه قال إن البلاء للظالم أدب وللمؤمن امتحان وللأنبياء درجة بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضقصاً فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين وبعد يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم ومن هنا كانت لنا العبرة من قصص أنبيائنا عليهم الصلاة والسلام وأنه عندما تشتد الأمور وتتكاثر الحوادث والبلايا على الإنسان وتحيط به من كل جانب عليه ألا ييأس أو يفقد الأمل وإنما ينبغي أن يدرك أنها بداية تفتح أبواب الرحمة الإلهية ماذا تريدين؟ إذا كان لديكم عمل لي في البيت فأنا مستعدة لإنجازه كلا ليس لدينا أي عمل مهلا مهلا أنا أستطيع طحن الحنطة عمل الخبز ويمكنني أيضا غسل ملابسكم أو أي عمل آخر قلت لك لسنا بحاجة لمساعدتك هيا ذهبي هيا قال أيوب ما بك يا ليا؟ حتى متى يعذبك الله يا أيوب؟ حتى متى؟ فرغ صبرك يا ليا أليس كذلك؟ يمكنك أن ترحلي وتتركيني وحدي هنا؟ أصمت يا أيوب أصمت لما لا تدع ربك أن يرفع عنك هذا البلاء؟ ويلك يا أهليا أرأيت ما تبكين عليه من المال والولد والصحة؟ من أعطانيه؟ الله فكم متعنا به؟ سبعين سنة ويلك ما أنصفتي؟ ألا صبرنا في البلاء؟ سبعين سنة كما كنا في الرخاء سبعين سنة؟ وظن إبليس اللعين أنه قد واتته الفرصة للنيل من أيوب عن طريق زوجته فأتاها في صورة شيخ كبير يحمل على ذراعه شاة صغيرة أين زوجك يا أمط الله؟ هو ذاك المبتلى فقد أعياه المرض يا لتصاريف الزمن؟ أين ذهب شبابه وقواته؟ أين المال والجاه والنعيم؟ ذهب كل هذا ولم يبق إلا المرض والفقر والبؤس؟ هجرنا الناس ولا أدري ماذا أفعل وقد انقطعت به وبزوجي السبل لا تبكي يا بنيتي خذي هذه لزوجك على أن يذبحها لي يذبحها لك؟ أجل يذبحها لي وسيبرأ في الحال ولدتها شات اليوم خذيها وافعلي ما أمرتك به أيوب لقد أتتنا هذه الشات سوف أذبحها وأشويها لك قال أيوب ويحك يا لي أتاك عدو الله فنفخ فيك وطلب منك أن نذبحها له أليس كذلك؟ ماذا تقول يا أيوب؟ هل حقا من أعطاني هذه الشات هو؟ نعم إنه إبليس اللعين أه؟ يا ويلي يا ويلي يا ويلي أردتني أن أذبح لغير الله؟ والله لئن شفان الله لأضربنك مئة جلدة أغربي عني أغربي فطعامك وشرابك علي حرام أه.. أه.. أه... أه.. 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 أه... أه Familie لما طال الأمد على أيوب واشتد به الحال وانتهى القدر المقدور وتم الأجل المحدود تدرع إلى الله فتوجه إلى الله بقلب منكسر دون أن تنسيه أو جاعه أدب الدعاء مع الله فدعى أيوب ربه يا رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب يا رب بيدك الخير كله والفضل كله وإليك يرجع الأمر كله ولكن رحمتك سبقت كل شيء فلا أشقى وأنا عبدك الضعيف بين يديك إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فلم تتأخر إجابة هذا العبد التقي الصابر فجاء أسلوب إبرائه من سقمه بطريقة ربانية تملأها الرحمة بسم الله الرحمن الرحيم أرقض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب صدق الله العظيم فأمره الله أن يغتسل منها فأذهب جميع ما في بدنه من الأذى ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخر فأنبع له عينا أخرى وأمره أن يشرب منها فأذهب ما كان في باطنه من أذى وتكاملت العافية ظاهرا وباطنا فعادت له صحته وشبابه سامحني يا رب سامحني على ما بدر مني فقد خدعني الشيطان وأغضب نبيك عليه ولكن إن كان قد تردني فإلى من أتركه إلى من لأرجعن إليه لا أستطيع أن أتركه وحيدا لا أستطيع تعود لي إلى أيوب ولكنها لم تجده بل وجدت شخصا آخر وقد قسي حلة جميلة أيوب أيوب أين أنت يا زوجي أين أنت أيوب قال أيوب ماذا تريدين يا أمط الله أردت ذلك المبتلى الذي كان منبوذا ها هنا لقد تركته تحت هذه السقيفة ولكنني عدت ولم أجد ما اسمه؟ أيوب أين أنت يا أيوب ألم ترى؟ بلى لقد رأيته أين؟ أين رأيته؟ إنه ها هنا الآن ولكن لماذا تركتيه وحده؟ ذهبت لأحضر له خبزا أخاف أن يكون أكله الذئب هل أنت يا أيوب؟ لو رأيته فهل ستعرفينه؟ وكيف لا أعرفه؟ إنه زوجي وعندما كان شابا فتيا كان يشبهك كثيرا فإني أنا أيوب أتسخر مني يا عبد الله؟ أتسخر مني؟ زوجي كان شيخا ومريضا لا يقوى على السير الشفاء بيد الله وبإرادته نزع عني شيخوختي وأعاد لي شبابي أيمكن أن تكون أنت أيوب؟ نعم يا لي فقد شاء الله أن ينتهي زمن المصائب والبلايا ولك عندي بشرة بشرة؟ أترين هذا النبع؟ نعم أروا من أين أتى؟ ومتى نبع هكذا؟ إنها رحمة الله يا زوجتي اذهب الآن واغتسلي في هذا النبع وسوف يكافئك الله تعالى على صبرك معي ووفائك وتحملك وسوف يعود إليك شبابك القتلية بنفسها في الماء المتدفق من الأرض ولسانها يلهج بالحمد والشكر لله تعالى وإذا بها تعود إلى ما كانت عليه من شباب وصحة وعافية واستمر تدفق ماء النبع حتى بلغ الحقول المحترقة فعادت إليها الخضرة وعاد كل شيء إلى ما كان عليه فرزقها الله تعالى البنين والبنات فضلا عن أنه تعالى أحيا لهم أولادهم الذين ماتوا ورزقهم مثلهم معهم فضلا وكرما تلك كانت قصة نبي الله أيوب عليه السلام الذي ضرب به المثل في الصبر بسبب صبره الجميل طوال الثماني عشرة سنة على المصائب والبلايا وعاش عليه السلام بعد رفع الضر عنه مسارعا في طاعة الله لا تغره الحياة الدنيا وزينتها يؤدي ما فرض الله عليه ويدعو إلى دين التوحيد نسأل الله رب العرش العظيم أن يلهمنا صبر أيوب على تعب الدنيا وفتنها ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الغم والهم والحزن كما رفع عن أيوب البلاء وأن يبدل حالنا إلى أحسن حال كما بدل حال أيوب إلى أحسن حال فنردد قائلين اللهم يا مغير الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب